صباح الورد والفل والياسمين ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا معايا نجمل حلقة النهاردة فاكهة الموز 99% مننا بنتفع على حب فاكهة الموز مش بس الفاكهة الموز القشور القشور لها فوائد عظيمة جدا هنشوف مع بعض في الحلقة استخدامتها سواء استخدم اشور الموز في فصل الخريف لتقوية النباتات والاستعداد لفصل الشتاء ونشوف كمان فوائد اشور الموز لصحة الانسان وكمان ازاي هنستخدم اشور الموز للأواني والأحزية الجلديات بوجه عام اشور الموز دي كنتس خلاص ما ترموهش تاني هنستفيد بأشور الموز بطرق عديدة جدا وهنشوف مع بعض ازاي نستخدم اشور الموز للنبات بطريقتين علشان نقويه ونستعد به لفصل الشتاء نباتات قوية ومظهرة وهوريكم نتيجة سماد اشور الموز على النباتات فضلا وليس امرا ياريت علشان الفيديو يوصل لعدد كبير متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بلاشت ضيع ولا ثانية من الفيديو لان كله فوايد عظيمة جدا خليكم معايا لاخر الفيديو اهلا بكم مرة تانية هنتكلم اول حاجة عن فوايد قشور الموز للنبات وكيف استخدم قشور الموز كسماد طبيعي في فصل الخريف لتقوية النبات ونستعد لفصل الشتاء عندنا طريقتين والطريقتين سهلين جدا في استخدام قشور الموز للنبات قبل ما اقولكم على الطريقتين عايزين نعرف قشور الموز دي فايدتها ايه للنبات وبتحتوي على ايه من العناصر يلا نعد مع بعض بوتاسيوم ماغنيسيوم نايتروجين كابريد يعني ما يعادل الان بي كي الطبيعي من قشور الموز مش بس كده عشر الموز للنبات له فايدة تانية جميلة جدا وهي ان قشور الموز بتساعد في القضاء على الحشرات الضارة وبتجلب الحشرات النافعة للنبات هنستخدمه ازاي زي ما احنا شايفين قدامنا كده بنقطع قشور الموز الى قطع صغيرة وبعد كده نعمل عملية خادش للتربة او حرس او تقليب للتربة ده انا بفرقكم على فصوص طوم كنت حطاها في القصيص الزرع علشان احافظ عليه من الفطريات وابعد عنه النمل بدأت تنبت زي ما انتو شايفين داخل القصيص وتدينا نبتة جديدة من نبات التوم هنبدأ نعمل خادش او تقليب للتربة ونضع قشور الموز ونردم عليها وكمان ممكن بالطريقة تانية ارمي اشور الموز بس كده على التربة وخلاص هتبعد لي الحشرات الضرة وهتجلب الحشرات النفعة وكمان كل ما اروي النبات هتغزيه وتمده بالمعادن سواء البوتاسيوم او المغنيسيوم والنيتروجين والكابريد واروي النبات بس كده بمنتهى البساطة وبكده ابقى قويد النبات بتاعي وساعدته على التزهير والاوراق الخضرة بصوا بجمال ده نبات السينكيزيا الامازون نبات الامازون ده انا كنت عامل له تقليم ورمية الورقة في المية وسبحان الله شفته بدأت تنبت لنا الجزور هعمل لكم ان شاء الله حلقة مخصوصة عن نبات السينكيزيا او نبات الامازون قبل ما نروح للطريقة التانية هنحضر بيها محلول السماد الطبيعي من الشرور الموز عايز ااخد رأيكم في حاجة ايه رأيكم ان انا بجيب لكم كل المعلومات عن النبات دي حاجة بتفيدكم ولا بتحسوا انها طويلة ومملة وملهاش لازمة ياريت تقولولي ويلا بينا مع بعض نتعرف على الطريقة التانية لتحضير منقوع اشور الموز منقوع اشور الموز بيعتبر سماد طبيعي سائل غني جدا بكل العناصر اللي ذكرناها وهي البوتاسيوم والمغنيسيوم والنيتروجين والكابريت وممكن كمان نضيف اليها اشور البطاطس وبالطريقة دي هنحصل على سماد قوي جدا وغني بالعديد من العناصر اللي ان شاء الله هتفيد النبات هنحتاج اناء ويكون محكم الغلق سواء كان من الزجاج او من البلاستيك المهم عندنا انه هو يكون محكم الغلق وطبعا نجم الحلقة وهو اشور الموز هنقطع اشور الموز ونبدأ نضعها في لتر من المية ونحكم الغلق ونضعها في مكان لمدة سبع ايام بتاخد من خمسة لسبع ايام بنعرف ازاي ان هو خلاص بيجاهز الاستخدام بنلاحظ من تغير اللون سماد اشور الموز ممكن نستخدمها بكل امان للنباتات الداخلية والخارجية لانه لا يحتوي على اي ريحة فبالتالي ممكن ان احنا نستخدمه وده السمات بعد مرور خمس ايام وشور الموز هاي اللي احنا جهزناها مع بعض هنبدأ نصفيها بالطريقة دي ونبدأ طبعا نستخدمها للنبات هنستخدمها للنبات ازاي بنسبة واحد الى خمسة يعني ايه واحد الى خمسة يعني كوب من السمات الى خمس اكواب من المية ونخلطهم ببعض ونبدأ نروي النبات وان شاء الله هنحصل عن نبات جميل جدا مزهر كسافة في الاوراق وكسير البروع تعالوا مع بعض اوريكم انا استخدمته على ايه ونشوف مع بعض النتيجة انا هنا بقولكم ان انا ما برميش البوائي لا انا بستخدمها واعمل بيها كومبوست من بوائي المطبخ هسيبهو لكم في صندوق الوصف علشان تستفيدوا بيه تعالوا مع بعض نشوف الكوباية الخطيرة دي من سمات اشور الموز هنعمل بيها ايه وهي هتعمل لنا ايه في النبات شايفين الكوباية دي فيها سحر فيها جمال بنسبة واحد الى خمسة كوباية سمات لخمس اكواب مية واده النتيجة هو الجمال معنا بتظهر نتيجة السمات على النبات من 10 ل 15 يوم من 10 ل 15 يوم هتلاقوا البراعم الزهرية وهتلاقوا الزهور بدأت تتفتح ونبات صحي جدا وكسافة خضرية ونبات في منتهى الجمال وكله من جوه المنطق وباليش لها نشتري سمات كيميائي ولا اي حاجة انا طبعا دايما بقولكو انا ضد اي سمات كيميائي لان اضراره لو زودنا النسبة ممكن تموت لنا النبيل لكن الطبيعي ما فهوش اي اضرار تعالوا مع بعض نتعرف على فوايد الموز بالنسبة للصحة اول حاجة قالك تناول واحدة من فكهة الموز قبل النوم واحصل على نوم هادئ ومريح ليه؟ لانه بيحتوي على عنصر المغنيسيوم وطبعا كلنا عارفين فوايد المغنيسيوم في الاسترخاء والراحة اثناء النوم في سؤال تلوقتي بيتور جواد مغنى طيب هل اشور الموز مفيدة للانسان زي النبات؟ اشور الموز مفيدة جدا للانسان اكتر او متعدلة مع فوايدها للنبات ليه؟ لان اشور الموز بتحتوي على مادة التربونات التربونات ده بدوره بيزيد من افراز هيرمون السعادة في الدماغ وبيؤثر على الحالة المزاجية وبيعالج الاكتئاب ويعطي شعور بالسعادة والاسترخاء ايه الفايدة التانية؟ ان اشور الموز بتقلل نسبة الكوليسترول الدار في الدم وبالتالي يؤدد الى تقليل اثر الاصابة بامراض القلب ده بنستخدمه ازاي؟ بننقع اشور الموز في المياه لمدة 3 دقائق وبعد كده نصفيها ونترك المياه دي على جنب لمدة 10 دقائق وبعد كده بالهنى والشفة وايضا تستخدم كشور الموز المغلية لعلاج ضغط الدم الى جانب استخدام كشور الموز للبشرة لانه بيساعد على رتوبة الجلد وايضا مقاومة التجاعيت ويقال للحكة وتهيج البشرة ويستخدم ايضا لتبييد الاسنان ده كله الى جانب اننا بنستخدم اشور الموز لتلميع الجلود وخاصة الاحزية عن طريق استخدام الجزء الدخالي للاشرة ودعك جلد الحزاء وهنلاحظ في وقتها نضافة ولمعان الحزاء وايضا تستخدم شور الموز لتلميع الاواني المنزلية وخاصة الفضيات ايضا عن طريق مسح الفضيات بالجزء الدخالي للاشرة وبعد كده شطفها بالماء وهنحصل على فضة لامعة وجميلة يارب اكون قدرت اوصل لكم ولهم معلومة بسيطة عن نباتنا الجميل او عن فاكهتنا الجميلة فاكهة نبات الموز اشوفكم المرة الجاية مع نبات جديد ومعلومة جديدة مع السلامة